عندها فيلا وشقتين وعربية ومشروع وديعة كبيرة في البنك وطلبة عريس بشنطة يدومه وهتدفعه مهر 25 قرش يا طرق ايه قصة الترند الجديد بتاع الست لطلبة عريس؟ يلا احكي لكم الحكاية واكشف لكم المفاجأة وصدق اولاد صدق مع الصحفي احمد الجديد مشاهدات بالملايين للغايف منشور على اكثر من صفحة من الصفحات اللي بتقول انها بتقدم صحافة لسيدة مصرية اسمها صندر اصلاح بتقول انها عاوزة عريس بالحلال وبشنطة يدومه بس وهتدفعه مهر 25 قرش ومش عاوزة منه اي حاجة بل هي كمان هتصرف عليه لانها عندها وديعة كبيرة في البنك ومشروع كبير في المونكير والحاجات دي بخلاف فيلا وشقتين وعربية وكل حاجة طبعا الدنيا تقلبت والناس صدقت الموضوع اللي كله فيك من اوله لاخره ومجرد ترند عامله صفحة عشان تجيب ريتش وتكسب فلوس من الريتش ده اللي قدامنا دي اسمها سناء محمود صلاح وشهرتها صندرا صلاح وهي مغنية غنت في حفلات كتيرة جدا وصوتها كويس جدا جدا ولكن للأسف ما ملاقيتش انتشار لصوتها والغناها فاضطرت انها تلجأ لهذه النوعية من الترندات عشان تتعرف وتتشاف والناس تشاور عليها وظهرت كمان قبل كده في ترند قديم مع منصور ترند الزلط اللي بيقول انه معه زلط تكلفته عشرات المليارات من الدولارات ورفض عروض من دول عظمى عشان ياخده الزلط ده اللي جاي من الكواكب الخارجية والمريخ عشان هو بيحب مصر وقال كمان انه متجوز من ملكة الجن وسماها سندوس وقال ان سندرا او سناء هي اللي قدرت تخطف قلبه وتخليه حبها ويخطبها وبرضه الكلام ده كاذب لانه منصور قردي متجوز في المنصورة وعنده طفلين وسندرا كمان كانت متجوزة وعندها طفل وموضوع كله برضه ترند كاذب لجذب الانتباه وعمل ريتش للصفحات دي وشهرة للناس اللي بتعمل هذه النوعية من المحتوى دي حكاية سندرا اشهر عروسة في مصر اللي تصدرت الترند وكانت مثار جدل طوال الايام الماضية لدرجة ان اكتر من 10.000 عريس تقدموا لها بعد الاعلان المسير للجدل اللي عملته من خلال فيديو على بعض الصفحات في السوشيال ميديا بصراحة مش عارفين ايه اللي بيحصل ده وايه لازمته وايه هدفه ان احنا نروج للاكاذيب بهدف ريتش خلوا لكم